اشتركوا في القناة وإعلام فراغ السلطة بدأت الأحداث بأنه خرجت مظاهرات ضد الرئيس مرسي تقول له أين القصاص للشهداء يا مرسي فكان الشعيون يخرجون في مظاهرات ومنظمات حقوق الإنسان المموالة من أمريكا وأوروبا تقول أين القصاص يا مرسي للرئيس مرسي وانت رئيس الجمهورية وهتلاح حق الشهداء لم يكن يستطيع الرئيس مرسي أن يأتي بحق الشهداء إلا بعملية تطير للقضاء في ذلك الوقت كان اللوم كله يقع على عاطق النائب العام اللي اسمه عبد المجيد محمود المعين من عهد مبارك واستمر لأنه لم يجري تحقيقات جدية وضيع الأدلة وتلعب في القضايا وأدى إلى أن العديد من ضباط الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين يحصلون على أحكام البراءة فالرئيس مرسي في ظل هذه المظاهرات قرر أنه يضرب ضربته الثانية نحن قلنا الضربة لقوله أنه عايز 160 اللواء في الجيش و400 اللواء شرطة الآن الرئيس مرسي داخل على جهاز القضاء يطهر فقرر أن يكتب إعلانا دستوريا تضمن فصل جميع القضاة فوق سن 60 سنة وأنه يكون سن المعاشة عند القضاة 60 سنة وبهذا كان كل رؤوس القضاء رئيس المحكمة النقد رئيس المحكمة الدستورية كل رؤوساء المحكم الجنايات وكل هؤلاء كانوا سيجلسون في بيوته وكان سيدي ذاك إلى عزل النائب العام بالتبعية لأنه فوق سن 60 عاما هنا خرج للرئيس مرسي نائبه محمود ميكي واعترض وخرج للرئيس مرسي بالدور الأساسي من أحمد ميكي وزير العدل واعترض محمود ميكي طوال عهد مبارك هو نائب رئيس محكمة النقد يجب تطهير القضاء القضاء زوروا القضاء نيلوا يجب إبعاد هؤلاء وكذا فلما جاء الرئيس مرسي يفعل هذا وقف ضده لذلك كثير من الناس تعجبك ايه أقوالهم ولكن أفعلهم العكس فأحمد ميكي وقف ضد الرئيس مرسي وقال له لا نكتفي بعزل النائب العام فقط فخرج الإعلان الدستوري بعزل عبد المجيد محمود النائب العام دستوري بأنه رئيس الجمهور هو الذي يحق له تعيين النائب العام وعزل النائب العام اللي هو موجود هذا عبد المجيد محمود وإرساله إلى سفير لمصر في الفاتيكان حسن الفاتيكان ما فهاش مصريين تقريبا فصفار غير مهمة وطبعا بعد الانقلاب أدركنا أن الفاتيكان دولة مهمة جدا في خطورتها في خطورة أمريكا لأن الفاتيكان هي الدولة الاستخباراتية العميقة في العالم التي بتشارك في تحريك أمريكا وفي رسم السياسة الدولية من خلال تنظيم الكنيسة المهم هنا قامت الدنيا ولم تقعد ومظاهرات ضد الرئيس مرسي كيف تعزل النائب العام هذا تدخل في شؤون القضاء لا نقبل هذا وكان من صياغة من ضمن البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري باندي ينص على تحصيم قرارات رئيس الجمهورية من إلغاءها من القضاء لأن الرئيس مرسي كان كلما أصدر قرارا يقوم القضاء بإلغاءه وكلما انتخب الشعب برلمان انتخبنا مجلس الشعب القضاء يلغيه انتخبنا جمعية أساسية لكتابة الدستور القضاء يلغيها يعني القضاء كان ماشي بأستيكة خلف أي سلطة منتخبة يلغي 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 واتضح انه كان يضار من المخابرات الحربية القضاء الشامخ النازيه وطبعا كان يقول لك القضاء واستقلال القضاء واتضح انه الهدف من نهاية هو ان القضاء هو يد القوي التي يبطش بها ويد الظالم التي يبطش بها فقامت مظاهرات ضخمة قام بيقودها في الأساس الشعيين والسفارة الأمريكية خرجت هذه الأيام منذ شهرين تقريبا في ندوة في أمريكا وقالت نحن تعاوننا مع الليبراليين والعلمانيين ولكن وجدناهم ليسوا بالقوة الكافية المنظمة التي يمكنها الناتو غير الوضع في مصر يعني اعتراف ضمني بدوري وكان في حوار لرجل الأعمال ممدوح حمزة وهو الشيوعي في صحيفة المصر اليوم في ذلك الوقت وقال السفارة الأمريكية اتصلت به وطلبت أن نناصق معه ممدوح حمزة كان من أحد الذين ينفقون على 6 إبريل واحد من الذين أنفقوا عن المظاهرات العلمانيين التي كانت تنهض الرئيس مرسي وتنهض الانتخابات وكانت تعمل على عمل فوضى في البلاد في ذلك الوقت فالسفارة الأمريكية وأمريكا وأجهزتها أو الخليج ومخابرات الخليج كل هؤلاء كانوا يمولون بشكل أو بآخر المظاهرات التي تخرجت الرئيس مرسي وذهب هؤلاء إلى القصر الجمهوري بهدف اقتحامه ثم قتل الرئيس مرسي في ذلك الوقت طبعا المحكمة الدستورية كانت تنظر قضية ببطلان إعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قبلا اللي هو بعازل مشير طنطو هؤلاء وكان يمكن المحكمة الدستورية بالفعل تصدر قرار بعازل الرئيس مرسي لأن القضاء كان متأمر جدا ولا يزال طبعا القضاء ده نظام علماني القائم في مصر منذ مؤتين عام أنشأه الإنجليز والفرنسي وبالتالي هذا النظام بيؤسس له أذرع أذرع قضائية وأذرع عالمية وأذرع ثقافية وأذرع دينية وأذرع عسكرية وأذرع استخباراتية وأذرع اجتماعية وأذرع مالية يعني المنظومة ككل فالقضاء ما فيش حاجة اسمها قضاء مستقلة في الدنيا دي برضو من الخرافات الكبيرة التي ضحكوا بها على الشعوب المقصود القضاء دائما بيعمل لتحقيق أهداف النظام الحاكم وإلا ما يبقاش قضاء لو مش عاجب النظام الحاكم نظام الحاكم هيمشيه وممكن نتناول ذلك في الحلقة التي نخصصها عن القضاء ودور المحكمة الدستورية وما إلى ذلك فهنا الإخوان المسلمين في الحقيقة تفطنوا لهذه المسألة والخطورة المحكمة الدستورية في أنها ممكن تفصل لرئيس مرسي فقاموا بعمل مظاهرات ضخمة أمام المحكمة الدستورية واعتصمهم يعني فكانت النتيجة أن قضاء المحكمة الدستورية خشوا من عقد الجلسة كانوا من بين هتفات المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية يا مرسي أشر وإحنا نجيب لك تهاني في شكارة أو شيء من هذا القبيل لك تهاني الجمال نائب رئيس المحكمة الدستورية التي كانت تقوط في ذلك الوقت في الأعلام في الخطاب الأساسي لخلع الرئيس مرسي وكانت تقول مصر لا يحكمها إلا علماني سواء ناصري أو ماركسي أو لبرالي أما الإسلاميين فلا فهنا بهذا الاعتصام قضاء المحكمة الدستورية بعرفين لو هم عزر رئيس مرسي هكذا تخيلوا أن شباب الأخوة المسلمين ستدخلون عليهم ويفرموهم جوه هكذا تخيلوا الاعتقاد ده صح أو خطأ أنا أعتقد أن الأحداث التالية أثبتت أنه كان خطأ طيب بقي القصر الجمهوري في ذلك الوقت خرج ممدوح حمزة على قناة العربية وقال سنتجه يوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري بالمظاهرات والهاتصة الله فأنا من دراستي للشخصية ممدوح حمزة وتاريخه أعرف أنه رجل عنيف وطلع ممدوح حمزة بيوجه مظاهرات أو شيء من هذا القبيل أو مشارك فيها يبه هذه المظاهرات سيقع فيها أحداث طرف فتوقعت استناداً لما سمعته منه أنه يجري اقتحام القصر الجمهوري فحتى كتبت سيجري اقتحام القصر الجمهوري وده مؤثبت على الفيسبوك في التدوينات التي ستجدونها على صحاتي على الفيسبوك في تاريخ نوفمبر 2012 وديسمبر 2012 ستجدون هذه التدوينات موجودة الآن فقلت أن هؤلاء هدفهم اقتحام القصر الجمهوري ولما ذهب عند القصر الجمهوري الدنيا ولعت وقضح أن المسألة أكثر جداً حتى أنهم جابوا لقوانش يشدوا اللودر بتاع القصر باب القصر الجمهوري فالذي حدث في ذلك الوقت أنه جاء قابلنا الدكتور خدف الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب وهو أسير الآن في سجون العسكر فكان يجلس على مكتب هكذا وأنا كنت أجلس على كرسي أمامه هنا وكان فيه واحد زمينا يجلس على كرسي هنا هو الآن يعمل مع عزم أنطون بشرة في لندن وإخواني سابق أو نسموه إحنا إكس إخوان يعني المنشقين عن الإخوان ومتجهين للعلماني فأنا بقول له يا دكتور ما توقعك لما سيجري أمام قصر الاتحادية فالهو إكس إخوان هذا قال له يا دكتور ما فيش أي حاجة والدنيا هادئة ومطمئنة ولا تقلق ويتظاهرون ويمشون فأنا قلت له يا دكتور محمد علي يقول رجل الدولة يحسب الأمور على أسوأ الاحتمالات وأسوأ الاحتمالات هو أن هؤلاء البلطغية يذهبون إلى القصر الجمهوري ويقومون باقتحامه وربما يقتلون الرؤوس مرسي فإذا اقتحم هؤلاء البلطغية القصر الجمهوري ماذا ستفعلون؟ قال سنقدم مئة ألف شهيد ونخرجهم من القصر الجمهوري فقلت له ولماذا تنتظر لما تقدم مئة ألف شهيد لما بمقدورك أن تذهب الآن وتزحم بعيدا وتقدم مئة شهيد فقط في الواقع هو في اليوم ده كان مجدود جدا ومتوتر أوي وطبعا لم ينطق بأي كلمة لكنه لم يتحدث قد يقوم من باب الاحتياط أننا مسجولين عليه أو لا يأمن أو من باب الحرس أو أنه لا ينفعش يتكلم المهم هو غادر المكان بعد ذلك وليلا ذهب شباب الإخوان المسلمين وشباب الطار الإسلامي إلى القصر الجمهوري وقاموا بإبعاد هؤلاء البلطغية فقام البلطغية بإطلاق الرصاص على شباب الطيار الإسلامي فقتلوا منهم همانية من الإخوان المسلمين وكان فيه هلاسة آخرين ليسوا من الشباب الإسلاميين كانوا منهم لأنه في الأخر كل دول مدنيين خلطبط على بعض المهم قتل 11 ممن يقفون في جانب الطيار الإسلامي فالبلطغية كان معهم سلاح الإخوان المسلمين ضربوهم وشون بالأيدي وقالقوا القبض على 165 بلطغي من هؤلاء وسلمهم للقضاء الشامخ القضاء الشامخ أخلس بالهم وهذا طبعا مش عايز يخش في هذه التفاصيل ولكن قبل ساعات من هذه الاشتباكات التي وقعت ليلا عصرا خرج موكب الرئيس مرسي من القصر الجمهوري فقام بلطغية بإطلاق الرصاص على موكب الرئيس مرسي بهدف قتله ومن فعل قتلوا السائق وأصابوا الحراسة لكن الرئيس مرسي لم يكن في الموكب الرئيس مرسي خرج من باب خلفه يعني الموكب بدأ أنه خرج لكن الرئيس مرسي خرج من الباب الخلفي الرئيس مرسي طلب من الحرس الجمهوري أنه يبعد المتظاهرين رفضوا الحرس الجمهوري فتح المكان لدخول الرئيس مرسي ظل يتصل الجوازير الداخلية أربع ساعات كان اسمه له أحمد جمال الدين بحيث يمنع هؤلاء المتظاهرين والبلطغية وهؤلاء من الوصول للقصر الجمهوري ويغلق الباب لكنه لم يرد على هاتفي والشرطة طرقت هؤلاء المتظاهرين يصلون إلى باب القصر الجمهوري بوضح أن المسألة جد خطر مكتب الرئيس مرسي وكان غالبيته من الإخوان المسلمين طلب من نائب الرئيس المحمود مكي قال له ساتم الشار روح لأنه هتحصل اشتباكات اليوم ليلا وخد يجرق تحمل القصر وحياتك في خطر فروح فبالفعل خب بعضه وبدأ اتجه ناحية الباب هما استدار مكتب الرئيس مرسي للدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس مرسي لها دكتورة فضالة روحي لأن حضرتك هيحدث اقتحامل القصر الليلة واشتباكات وحياتك في خطر وطبع دكتورة باكينام الشرقاوي هي كنت أستاذة في العلوم السياسية وكانت ستة طيبة ولينا ويعني البنت المستحية كده لدرجة ما كنت أقابلها كنت أنا يعني أعطيها نصائح فيما تقوله وكيف تتصرف هكذا كنت أتخيل يعني وهي كانت تسمع كأنها التلميذة المادبة التي تستمع إلى الأستاذ يعني باكينام الشرقاوي كان ينظر لها كديكور في القصر الجمهوري المرأة احنا عطينا امرأة مساعدة لرئيس الجمهورية كان له أربع مساعدين الرئيس مرسي وإنه ليس لها أي دور خلاص يعني جزء من الديكور وإحنا حقوق المرأة تحققته كان هذا كان ينظر لباكينام كذلك والإعلام هو الذي صنع باكينام الشرقاوي لأنه كانت قوات الفضاء تصدفها كثيرا قبل انتخاب الرئيس مرسي باعتبارها شخصية يعني مسكينة وليينة وهديئة أو يعني شكلها فالإعلام لذلك لما وجد فيها شخصية ضعيفة أشجة وليس لديها رؤية ولا توجه ولا متحدثة ولا شيء بدأ الإعلام ينجمها وينمحها فاقترح على الرئيس مرسي أن يعينها مساعدة له فعينها مساعدة له وخلاص تعمل مع ست باكينام إنها ست بركة يعني فلما في هذا اليوم قالوا لا يا دكتورة فضالة رواحي لأنها يبقى فيه اشتباكات والحكاية خطر على حياتك فقالت لهم لن أغادر القصر الجمهوري اليوم وسأبيت الليلة في القصر الجمهوري ومن ينتصر في هذه الليلة في هذه المعركة أو في هذه الكازمن سينتصر هو الذي سيحكم مصر ولا يجب أن نترك مصر في هذه المعنى فأسقط في يد قيادات الرئاسة اللي هم من الإخوان المسلمين وحاولوا إقنحها بكل بشتى الطرق وانت ست إلا أنها رفضت وقالت لهم إما أن نعيش اليوم أو نقتل هنا ماذا يفعلون فجريوا على الباب القصر أدراكم محمود ميك نائب الرئيس قالوا عد شوف لنا حل مع الدكتورة باكينام مش عارفون تصرف معه حاول إقنحها أن تترك وتغادر القصر الجمهوري لكنها رفضت فأسقط في يده وخجل واضطروا أنه يبيت في القصر في ذلك اليوم منذ ذلك اليوم أصبحنا نطلق على باكينام الشرقاوي المرأة الحديدية في القصر الجمهوري لأنها في الحقيقة أذهلت الجميع وبعد ذلك انطلقت باكينام في القنوات والفضائيات بقى باعتبارها مساعدة الرئيس وجدنا باكينام شخصية أخرى الشخصية القوية المتحدثة سبحان الله يعني لله في خلق أمور ولما جار انقلاب العسكر بعد ذلك فعد الرئيس مرسي باكينام الشرقاوي رفضت أن تغادر القصر الجمهوري في الانقلاب حتى اعتقال الرئيس مرسي ولما العسكر ذهبوا بقى السيطرة على القصر يوم 8 يوليو بعد الانقلاب بخمسة أيام أخرج باكينام الشرقاوي بالقوة من القصر الجمهوري ألف تحية لهذه المرأة المسلمة الشجاعة الأصيلة وفي الواقع ما شاهدته في المظاهرات في ثورة 25 يناير أو في أحداث المجلس العسكري أو بعد فض ربعة أو قبل اعتصام ربعة في الحقيقة نساء مصر المسلمات كنا أشجع من الرجال هذه حقيقة لابد أن أقر بها في الواقع أنا رأيت نماذج يعني الإنسان لا يمكن إلا أن ينحني إجلالا واحتراما له نعود لموضوعنا هذا الذي جرأه بالفعل فشلت محاولة اقتحام القصر الجمهوري لكن في تلك اللحظة كان هناك انقلاب هوازي يجرع التلفزيون لإطفاء شرعية على الانقلاب أو محاولة قتل الرئيس مرسى واقتحام القصر الجمهوري هو انقلاب المستشارية وانقلاب العالم إذ فوجئنا بخمس مستشارين للرئيس مرسى يستقلوا هم سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية محمد عصمت سيف الدولة المفكر السياسي أيمن الصياد أعلامي وصحفي كان الألام يروجه عمر الليذي من التلفزيون سامير موركوس مساعد الرئيس مرسى وكان مسيحي باعتبار أن المسيحين ممثلين في مؤسسة الرئاسة هم خمس وفيه كان مستشار للشؤون الأمنية أيضا استقال الرئيس مرسى كان له عشرة مستشارين خمسة استقالوا في هذا اليوم في هذا الانقلاب أنا سأميه الانقلاب المستشارين أو الانقلاب الإعلامي في التلفزيون وخمسة بقوا وهم الانقلاب وهو من الآن في السجن مع الرئيس مرسى إن سواهم كانوا من الأخوات المسلمين وفيه ناس من الأخوات غير مستشارين من غير الأخوات المسلمين مثل مثل رئيس الديوان السفير رفاة التطاوي ليسا من الأخوات المسلمين وهو في السجن الآن فلما نفرج بين الخمسة الاستقالوا والخمسة الذين بقوا نكتشف ان الخمسة الذين استقالوا عينهم الاعلام لرئيس مرسي يعني ايه القنوات التلفزيونية التي تحركها المقابرات كانت تستضيف هذه الشخصيات كثيرا في التلفزيون فقامت بعملية تلميع واسعة لهذه الشخصيات الاكثر من ذلك ان القنوات الفضائية ايضا الحت في ذلك الوقت على الرئيس مرسي لما حاول يعين مستشاريه لابد تكون طاقم مستشاري توافقي ومن كل الاطياف رغم ان هذا لا يحدث بالعالم ابدا لا اردوغان عمله في تركيا ولا ترامب فعله في امريكا ولا بوتين فعله في روسيا ولا ايشي اي رئيس في الدنيا اي رئيس حكومة بيعين الطاقم المستشاريين من حزبي او من من يختارهم بكيفه يعني لا يفرض عليه ما قالوش لترامب عين مستشاري لك من الحزب الديمقراطي مثلا المعارض ابدا لكن هذا جرى الحاح قوي جدا من الفضائيات التي تحركها المقابرات لا اقول ان هذه الشخصيات كانت لها صلب المقابرات لكن ما يجري في الاعلام الاعلام في الغالب لا يطلب من ضيوفي ان يقول شيئا لكن الاعلام بينطقي من سيخرج على شاشاته يعني اذا في قناة اليفيزيونية اذا في جهة طلعت قناة اليفيزيونية ووجدت صابر بيقول نفس فكرة بتستضيف وتلمعه اذا صابر لا يتفق معه لا تستضيفه من البداية فالقناوات الفضائية تلمع من على شاكلتها او قناعتها وبالتالي جهاز المخابرات اللي بيطلق القناة هو اللي بيحدد من سيجرس اضافاتهم على الشاشة دون حدوث تواصل بين المخابرات وبين الاشخاص اللي محل للصدافة قد تنشأ لاحقا صلاة بين المخابرات وبين من يجرس اضافاته او لا تنشأ لكن في الناها نحن كاعلاميين بنلعب دور الوسيط بين المخابرات وبين الضيوف الذين سنقدمهم للجمهور كاعلاميين احيانا نعلم هذا الدور الذي نلعبه واحيانا نلعبه ونحن جاهلة ولا ندري شيئا عن هذا الدور فنفاجأ ان الخمسة الذين جرت عينهم من التلفزيون انقلبوا على الرئيس مرسي وشاركوا في الانقلاب العسكري بعد ذلك بشكل او باخر وهم حتى اليوم لم يعتذروا عن اشتراكهم في الانقلاب العسكري ولم يعتذروا عن استقالاتهم في هذه المحنة للرئيس مرسي بعد ذلك استقال وزير الشؤون القانونية دكتور محمد محسوب ايضا كان يجري تلميعه في التلفزيون وجرى اختياره وزير بسبب تلميعه في التلفزيون لكن هو استقال بعد ذلك واتضح كما قال هو في قناة الجزيرة مع أحمد منصور في برنامج أحمد منصور شاهد على العصر قال محمد محسوب انه كان قبل اقتحام القصر الجمهوري كانت مهمته اقناع الرئيس مرسي بأن يعين البردعي رئيسا للنزراء وده كان اتضح فيما بعد انه قام مطلب امريكا لما نأتي ليه الانقلاب الثالث الذي قاده الايه السيسي يعني في النهاء نبوريك كيف جرت الامور المهمة فشل هذا الانقلاب بقيام شباب الإخوان المسلمين والطرق السلام إبعاد البلطقية وهؤلاء عن القصر الجمهوري لكن الرئيس مرسي خرج من هذا الانقلاب مهشما وخرج ضعيفا بمعنى انه الرئيس مرسي شوف انت لا تخشي عدوة وعدوك لا يجعلك تتردد لكن من تظنه انه صديقك ويتعنق يعني لما يكون مقدم على قرار صحيح وتفاجأ بان صديقه يقولك ده غلق او من تعتقد انه صديق او تظن انه صديق ويقولك ان هذا الخطأ لا تتجه في هذا بتبدأ تتردد فالرئيس مرسي لما وجد وزير العدل بتاعه ضده وزير الشئون القانونية ضده خمسة من مستشارينه ضده نائبه ضده حزب النور السلف اللي هو عامل نفسه اسلامي وقف ضده فكانت النتيجة ان الرئيس مرسي بدأ يتردد منذ هذه اللحظة وبالتالي نستطيع ان نقول ان هذا هو كان يمهد للانقلاب الثالث الخشن الذي نفذه الامريكان والعسكر وهذا نتناوله في الحلقة المقبلة انتظرونا مشاهدين وإلى اللقاء وهرجو من حضرتكم نشترك في القناة بالضغط على هذا الزر ومن يرغب في التواصل معي رابط صبحته على الفيسبوك وتوطر أسفل الفيديو وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته